فراكتوزامين تست في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالفراكتوزامين سواء السورس او الانديكيشن كمان هنتكلم على الانتر بريتيشن كل الاسباب اللي تؤدي للانكريز او الديكريز في الفراكتوزامين كمان هنتكلم على الادفانتجز اوبر هيموغلوبين اي وان سي كل المميزات لاختبار الفراكتوزامين عن اختبار الهيموغلوبين اي وان سي كمان هنتكلم على كل الميسود فور استيميشن كل طور اللي بنستخدمها داخل المعمل فور استيميشن اوف فراكتوزامين الفراكتوزامين له اسم اخر اللي احنا بنسميه السينينو بنسميه الجلايكيتد البومي بنقيسه في عينة السيروم مش في عينة الول بلد زي الهيموجلوبين اي وان سي الرفرنس فاليو في النورمل بيبقى من 174 ل286 مايكرو مول لكل ليتر في حالة الديابيتك كنترولد بيبقى من 210 لحد 421 مايكرو مول لكل ليتر وفي حالة الانكنترولد ديابيتس ميليتس بيبقى من 268 لحد 870 مايكرو مول على الليتر الميسود فور ميجرمنت بنقدر نيسه داخل المعمل عن طريق باستخدام الديسكريبشن فراكتوزة مين هو واحد من موجود في البلازمة هو عبارة عن اتحاد الجلوكوز مع البروتين عشان كده بنسميها الجلوكوز طبعا بيبقى موجود داخل البلازمة عشان يقدر يوصل لكل الموجودة داخل الجسد كمان البروتينز بتبقى موجودة في البلازمة بنسميها البلازمة بروتينز واهمهم طبعا الالبومين لانه بيبقى موجود بهاي كونسنتريشن في البلازمة لذلك وجود الجلوكوز مع البروتين مع بعض داخل السيرم بيؤدي للرياكشن ما بين الجلوكوز والبروتين وبيكون مركب بنسميه الجلايكيتد بروتين وزي ما قلنا نتيجة لان الالبومين هو فاحنا بنسمي الجلايكيتد بروتين جلايكيتد البومين او فراكتوزامين اللي هو اللفظ الجنرال اللي بيدي انديكيشن على الجلايكيتد البومين وكمان الجلايكيتد بروتينز الموجودة في السيرم وده شكل الجلوكوز والبروتين الموجودين في السيرم ما بيحصل تفاعل ما بين الاثنين ما بين الجلوكوز وما بين الامين جروب الموجودة في البروتين بيكون مركب وسيط بنسميه الجلايكوزامين وده بيبقى نونستيبل بيتحول بعد كده لmore stable compound اللي هو الفراكتوزامين الرياكشن او الرابطة ما بين الجلوكوز وما بين البروتين بتبقى stable بمعنى ان هي ما بتتفاكش تاني بتفضل موجودة لحد ما يحصل تكسير للالبومين بعد نهاية الهاف لايف بتاعته عشان كده الفراكتوزامين بتبقى الهاف لايف بتاعته او العمر او الفترة اللي بيفضل فيها الفراكتوزامين بعد ما بيتكون بتساوي الهاف لايف اوف الالبومين اللي هي من اتنين لتلاتة ويكس وهي بتبقى قصيرة جدا بالمقارنة بالهاف لايف اوف هيمجلوبين اللي بتبقى طويلة جدا بتوصل من تلاتة لاربعة منطس وعشان كده الليفل اوف فراكتوزامين بيدينا على الافريش جلوكوز كونسنتريشن خلال فترة اتنين لتلاتة ويكس لو كان الفراكتوزامين منخفض معنى كده ان البلاد جلوكوز خلال التلات اسابيع الماضية كان فيه النورمال فاليو وفيه كنترول على الجلوكوز الموجود داخل البلاد بينما في حالة الاليفيتد فراكتوزامين في حالات الديابيت اسميلتاس ده بيدينا انديكيشن على البياد كنترول او الان كنترول بمعنى ان البلاد جلوكوز ليفل كان عالي فيه التلات اسابيع الماضية وبالتالي ما كانش فيه كنترول عليه يعني ما كانش فيه علاق وعشان كده الجلوكوز كان عالي كان فيه هايبرجليسيميا وبالتالي ادت الى زيادة الكمبينيشن ما بين الجلوكوز والالبومين وده اللي ادى بدوره لزيادة الفراكتوزامين الانديكيشن احنا بنستعمل الفراكتوزامين داخل المعمل بمعنى ان احنا بنقيم الجلوكوز كنترول هل فيه علاج بيزبط الجلوكوز ويخليه في النورمال فاليو على مدى التلات اسابيع الماضية ولا لا وده بيبقى مهم ليه بيبقى مهم طبعا عشان نقيم الدواء لو بند الدواء لمريض السكر وعايزين نشوف الدواء ادى نتيجة ولا لا فبنقيس الفراكتوزامين بعد تلات اسابيع ولو قال ده طبعا بيدي انديكيشن ان الدواء افكتب كمان بنستخدم الفراكتوزامين لو الشخص اللي بيقيس الفراكتوزامين ما عندوش فكرة انه هو عنده مرض السكر وانتقيس الفراكتوزامين ولايته عالي فده بيدينا انديكيشن ان ممكن الديابيتس ميلتس موجودة عشان كده هو من ضمن الحاجات اللي بتكتشف وجود مرض السكر كمان بنستخدمه نستخدمه في تحديد مدى التزام المريض بانه يخد الدواء لان لو المريض خد الدواء معنى كده ان المفروض الفراكتوزامين ينزل بعد التلات اسابيع ولكن لو فضل الفراكتوزامين عالي معنى كده ان المريض مش ملتزم بانه بياخد الدواء في معاده او بياخد الكيميات المحددة اللي بتبقى مكتوبة له عشان كده الفراكتوزامين هو واحد من الاختبرات المهمة جدا لمرضى السكر الانتربريتيشن الانكريز في الفراكتوزامين بيدينا انديكيشن على البورلي كونترولد او الان كونترولد البورلي كونترولد معناه ان الدواء مش افكتف او الجرعة اللي بياخدها المريض مش كافية الان كونترولد هو معناه ان المريض ما بياخدش اي دواء لعلاج السكري عشان كده بيسميها الان كونترولد الديكريز في الفراكتوزامين بيحصل فيها حالات السجير هايبو بروتينيميا زي في حالات الـ liver disease الـ liver هو اللي بيصنع الـ albumin ومعظم البلازمة بروتين عشان كده لو فيه liver disease بيقل تصنيع البروتين وعشان كده بيقل الـ albumin وبالتالي بيقل الفركتوزامين السبب التاني اللي بيقل الفركتوزامين وهو decreased glucose level زي في حالات الـ prolonged hypoglycemia او الـ insulin overdose لو الجلوكوز قلل فترة طويلة جدا او لو المريض بياخد كميات كبيرة من الـ insulin ده بيقلل الجلوكوز وبيعمل هايبو جليسميا وبالتالي الفركتوزامين بيقل بشكل كبير كمان الفركتوزامين بيقل في حالات الـ hyperclerosis وهي زيادة سيرود هرمون نتيجة لان زيادة السيرول بتؤدي لـ decrease في الـ albumin level وبالتالي بيقل الفركتوزامين فعشان كده decrease في الفركتوزامين يقيم ما decrease في الـ albumin يقيم ما decrease في الجلوكوز اللي هما الاتنين اللي بيخشوا في تركيب الفركتوزامين ايه هي مميزات الفركتوزامين عن الـ hemoglobin A1c لانه هما الاتنين عبارة عن Glycated Protein والاتنين بيدونا indication عن Glycemic Control فايه هي المميزات اللي بتخلينا ان احنا نييس الفركتوزامين بالرغم من وجود الـ hemoglobin A1c test اول حاجة ان احنا بنستخدم الفركتوزامين كـ alternative index او اختبار بديل في الحالات اللي ما بنفعش استخدم فيها الـ hemoglobin A1c الـ hemoglobin A1c ما بقدرش استخدمه في بعض الحالات زي في حالة الـ pregnancy في الحالة دي بيدينا lower diagnostic performance بمعنى ان في الـ pregnant woman بيحصل disturbance في الجلوكوز level بيقل ويزيد بطريقة غير منتظمة في الأوقات المختلفة للـ pregnancy بيقل بشكل كبير في الربع الاولاني وبعد كده كمان بيحصل disturbance في الـ iron deficiency للـ iron في أوقات مختلفة من الحمل بيؤدي لـ low diagnostic performance بمعنى ان الـ hemoglobin A1c بيدينا نسب منخفضة نتيجة للـ decrease في الجلوكوز او لنقص الـ iron وده طبعا بيبقى اقل من الواقع المشكلة التانية وهي الـ diabetes زي في حالات الـ iron deficiency anemia والـ hemolytic anemia كمان في حالة الـ end stage renal disease في حالة وجود الـ anemia سواء الـ iron deficiency anemia او الـ hemolytic anemia بيؤدي لنقص عدد الـ red blood cells وكمان الـ end stage renal disease بيؤدي لحدوث الـ anemia نتيجة للـ decrease في الـ عشان كده في الحالة دي الـ hemoglobin A1c بيبقى عالي جدا اكبر من الواقع لان كمية الجلوكوز العالية في البلازمة اتحدت مع كمية قليلة من الـ hemoglobin اللي موجود في عدد قليل من الـ red blood cells نتيجة للـ anemia وبالتالي هنا بيدينا over diagnosis بيديك indication ان في high level من الجلوكوز ولكن ده طبعا بيبقى unreliable او ما بيبقاش تشخيص دقيق عشان كده احنا دايما بنوصي في حالة اياس الـ hemoglobin A1c لازم بنعمل صور الدم اللي هي الـ CBC عشان نتأكد من عدم موجود الـ anemia فعشان كده الفراكتوزامين بيبقى افضل من الـ hemoglobin A1c في الحالتين دولة لان الفراكتوزامين بيدينا indication على short period اللي هما من اسبوعين لثلاثة اسابيع فبالتالي بيقدر يتغير مع التغيرات اللي بتحصل اثناء الحامل بالنسبة للجلوكوز الحاجة التانية ان الفراكتوزامين ما بيتأثرش بالـ anemia لانه مالوش علاقة بالـ red blood cells هو بيعتمد على الـ albumin اللي هي الـ plasma protein وبالتالي بيبقى مؤشر كويس جدا ان انت بتقيسه في الحالات اللي فيها anemia لانه ما بتأثرش بيها عشان كده هو افضل من الـ hemoglobin A1c في الحالات دي كمان من مميزات الفراكتوزامين انه هو بيدينا identification لـ control of blood glucose بوقت كبير جدا عن الـ hemoglobin A1c لان زي ما احنا قلنا هو بيدينا indication على سبعين لثلاثة اسابيع وده طبعا بيبقى كويس جدا عشان تقدر تقيم اي disturbance في الـ glycemic control ما انتش مضطرة تستنى الثلاثة لاربع شهور عشان تقيس الـ hemoglobin A1c ولكن الفراكتوزامين بيقدر يديك indication على الـ glycemic control في وقته لايل جدا وبيقدر يتغير على حسب الـ glucose level بوقت بادر جدا عن الـ hemoglobin A1c كمان من مميزات الفراكتوزامين عن الـ hemoglobin A1c وهو طريقة اياسه السهلة احنا بنيقدر نييسه به الـ spectrophotometer عن طريق الكيتز بطريقة بسيطة جدا وفي وقته قصية طريقة اياس الفراكتوزامين داخل المعمل زي ما قلنا بنييسه عن طريق الـ spectrophotometer باستخدام الـ kinetics كيتز زي اللي موجوده قدامنا دي بنظبط الجهاز عند ويف لنز خمسمية وعشرين وبنعمل adjustment للزيرو بي استخدام الـ distilled water بعد كده بنجهز الانبيب وبنحط 1 ميلي في كل انبوبة وبعد كده بنحط الـ standard اللي احنا بنسميه calibrator حط ميت مايكرو ليتر في انبوبة الـ standard وبعد كده بنحط عينة الـ sample ميت مايكرو ليتر في انبوبة الـ sample بعد كده بنعمل mix وانكوبيت عن سبعة وتلاتين درجة مائوية وبعد كده بنعمل reading للـ absorbance وبنقيس الـ absorbance اكتر من مرة للـ sample والـ standard بنقيس الـ a1 اللي هي الـ absorbance رقم واحد بعد عشر دقايق والـ absorbance e2 بنقيسها بعد خمستاشر d بعد كده بنحسب الفرق ما بين الـ a2 وناز الـ a1 وبنعمل المعادلة بنسميه التغير في الـ absorbance للـ sample على التغير في الـ absorbance للـ standard وبندرب في الـ concentration للـ standard بيدينا الـ concentration وبفركتو زمين بالـ micromole على الليتر وزي ما قلنا في بعض الـ spectrophotometer بتحسبلك المعادلة مباشرة ما تبقاش محتاج ان انت تحسب التغير في الـ absorbance او تعمل المعادلة النهائية وبالتالي احنا احنا اكلمنا على كل المعلومات الخاصة بالفركتو زمين وعرفنا ان كلمة الفركتو زمين هو عبارة عن general term او مسمى عام لكل البلازما بروتين اللي بتتحد مع الجلوكوز واللي احنا بنسميه الـ non enzymatic reaction ما بين الجلوكوز والـ amino group of serum protein ونتيجة لان الـ albumin هو اعلى concentration في البلازما بروتين عشان كده احنا الفركتو زمين بنسميه باسم تاني واللي هو glycated albumin بنستخدم الفركتو زمين في الـ diabetic patient عشان نعمل monitoring للـ short term glycemic control اللي هو من اثنين لثلاثة اسابيع بنقدر نعرف البلاز جلوكوز على مدار الاسبوعين او ثلاثة اسابيع الماضية كان عالي ولا كان في الـ normal range الفركتو زمين بيتميز بالـ short half life من اسبوعين لثلاثة اسابيع عشان كده بيبقى more sensitive عن الـ hemoglobin A1c بيقدر يدينا indication battery عن الـ hemoglobin A1c اللي بيحتاج من ثلاثة الـ 4 months كمان الفركتو زمين عنده advantages انه هو ما بتأثرش بالـ anemia اللي هي بتأثر على الـ hemoglobin A1c بيحصل زيادة في الفركتو زمين في حالات البورلي كنترول او الـ uncontrolled diabetics وبيقل في حالات الـ hypo albuminemia وكمان في حالات الـ hypo glycine وفي النهاية احنا اتكلمنا على two types من الـ glycated protein اللي هم الفركتو زمين والـ hemoglobin A1c وعرفنا مميزات كل النوع فيهم وامتى بنستخدمه داخل المعنى موسيقى